من أحد أهداف الاحتلال الصهيوني هو طمس الثقافة العربية الفلسطينية هذا الاحتلال يلي عم يحصن نفسه محليا ودوليا وعم يستمر بالكذب والإجرام ومحاولات لسرقة هذا التراث الفلسطيني ده واجبنا اليوم يا رشا نحمي ونصون هذا التراث كرمال يعني ظل مدوارث من جيل لجيل أكيد هايدي مثل ما ذكرت اليوم محاولات كتير لطمس هوية الثقافة الفلسطينية والتراث المادي ولا مادي وكننا عم نحكي مع ضيفنا بفقرتنا الأولى أنه كان في محاولات لطمس حتى الرموز النوجودة على الكوفية الفلسطينية لطمس حقيقة الهوية الفلسطينية لقبة الصخرة حتى التهويدة الفلسطينية كل التفاصيل المادي ولا مادي اليوم واجب كل مثقف وفنان أنه يشتغل عليها ليوثقها للأرجيال القادمة أدى المهم اليوم توثيق هذا التراث معلومات كثير مهمة حيخبرنا عننا ضيفنا لليوم وهو الأستاذ عايش الكليب باحث في التراث سعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير صباح الخير لكم جميعا وبدوري كمان أنا أرحب بكم بطريقتي يسعد صباحك تعودنا على صريحك أجمل الصباح اليوم بيها صبحكم أجمل صباح اليوم بيها صبحكم وردوا عطر أطش بدربكم أنتوا يا كل الحلاء أحبكم 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 أعطيك العافية وأهلا وسهلا بوجودك معنا لليوم أستاذ عايش خلينا نحكي بداية عن أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني لدعم وصون القضية الفلسطينية اليوم طبعا التراث هو بالعموم يعني إذا يجينا كتعريف هو ما ورثه الأجداد للأبناء ومن هذا المنطلق نرى أن التراث يجب الحفاظ عليه لأنه يشكل هوية أي بلد أي شعب هو التراث يشكل هويته ويعتبر التراث هو أساس لأن في قاعدة تقول بلد بدون تراث هو لا شيء صحيح اليوم التراث الفلسطيني وقت لم نذكر تراث فلسطيني حتى الكوفية كان إلى رموز تعددت حبة الزيتون طريق العودة إلى آخره اليوم قديش مهم بعيدا عن التوثيق نحنا نذكر شو هي أنواع التراث الفلسطيني هل التراث هو بشكل عام التراث مادي ولا مادي الفلسطيني يعني ما بدي أدخل تشعب هذه المعلومة لكن التراث الفلسطيني اللي واضح إلنا واللي يشكل حالة سياسية هي الزيتونة الزيتونة عندما نتذكر الزيتونة نتذكر فلسطين المقاومة عندما نتذكر الكوفية أو الحطة اللي نسميها المحرمة اللي فيها رمزية أيضا يتشكل رمزية لفلسطين المسجد الأقصى هو رمزية رمزية دينية رمزية سياسية رمزية علمية ثقافية أيضا في فلسطين وهناك الكثير من الأراضي الواسعة التي عمل الكيان الصهيوني على تجريفها المدن القرى النقوش الفلسطينية الأصيلة الكنعانية الأصيلة اللي اعتمد أنه الاستعمار الصهيوني أنه يأخذها ويسرقها ويتركها وينسبها إلو كحالة تاريخية وهو في الحقيقة لا تاريخ له في فلسطين المحتلة أكيد ولما نقول اليوم تراث فلسطيني عم نحكي عن قيم عن عادات عن تقاليد عن أدب عن فن تشكيلي عن العديد اليوم من عناصر التراث خلينا نحكي كيف ممكن اليوم نوثق هذا التراث الفلسطيني هلأ أنا في أبيات شعر لفلسطيني يفتخر بنفسه ممكن تختصر لك هاي المساحة الثقافية فلسطيني وهويتي ذراعي أنا ابن سورية ابن غزة ابن الجنوب ومهيوب الاطباعي أموت حجر قبري الوطن من غزة للشام ابن الجزيرة يداعي هذه وسيتي أمانة أمانة تظل إيدي ويظل بيها مجلاعي المجلاع والمقلاع هاي أيضا رمزية ثقافية مقاومة هذا المقلاع اللي هو بسيط اللي يتصد أطفال الحجارة للدبابات الاستعمارية بهذا المقلاع كان أول سلاح يستخدم مكان في الحجر وهل ذكرت حضرتك اليوم مستاذ عايش وقت نقوي تراث فلسطيني اليوم كونه نحن قضية واحدة واليوم أي فلسطيني موجود بسوريا هويته فلسطيني سوري اليوم التراث الفلسطيني والتراث السوري بتشابه بنقاط كتير بتشابه بنقاط كتير خلينا نذكر أهم النقاط اللي ممكن تشابه فيها التراثين ما بين سوريا والفلسطيني هل اللغة هي مشتركة كل الدول العربية وخاص فلسطين اللغة قام الكيان الصهيوني أو عم يحاول بتهويد اللغة وجعل اللغة الفلسطينية هي لغة يهودية الأزياء الشعبية أيضا الأزياء الشعبية عمل الكيان الصهيوني على تغيير ديمغرافية المكان والأزياء الشعبية النقوش الموجودة فيها الأبنية الحضارية الموجودة التي تنتمي إليها فلسطين أيضا قام العدو الصهيوني بتغيير 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 الأماكن المدن تسميات أطلق عليها تسميات هي مو تسميات مو تسميات الحقيقية أطلق عليها تسميات عبريا صحيح أريد أصيح بصوت يعبر حدود الموت مو لجل قاع ما تنبت شجر مو لجل ما ينبع بحر لجل جولاننا المطروحة لجل فلسطيننا المجروحة لجل السلم والحمام لجل الوطن ووهل الوطن لجل كل واحد يصفق للسلام سلام خلينا اسمع شيء كما كأن الفلسطيني لما يضرب بالحجر يعني لي شيء فأنا أقول أرد أقولك كبر يا ثائر وبقاعك تبسمر زلمنا الماتحى بالذبح تضحك ساعة المنحر يموت مننا الطفل وشهيدة تتمدد على المعبر بس يظل اسمك يا وطن عالي عالي بعلو السماء وكثر عالي بعلو السماء وكثر هل هي دنيا بهاي لمتنا جنود الوطن احنا والشمس من طلعتنا الكل قاع نصير شراع أثريه وسهير رايتنا الوطن علمنا ثنين عادة نصر له لا نفديه بشهادة ما علمنا نبصم على ورق والحرية بحلوقنا قلادة علمنا نبشر العاجر بتوم العاجر الماتجي بويلاد علمنا نبشر العاجر بتوم وتهلهل الحبابة ومناجرنا ترن للدوم لجل عيونهم والعصابة لجل تنميذ من مدرسة سورية خط اسمه بو باسل بو الكتابة الله خلينا استاذ عايش نحكي عن أهمية التراث الفلسطيني الشفهي وانتقاله من جيل لجيل قدر فلسطين أن تكون مقاومة قدرها أن تكون مقاومة فكان الأساس هي شحن الهمم من خلال الهوسات الفلسطينية اللي تتشابه عدنا إحنا بسوريا فانتقلت من جيل إلى جيل مع بعض التطوير مثل عدنا إحنا لما بدنا نشحم همم الجماعة أقول واقف عندي ويشوف شار بالعنز القطوف من عاوني نفعني خيرا عندي من الوقوف تندبني وان المندوب تندبع بيضة طاها باروت ثماء طاها هاي هوسات تشحن الهمم وعد الأغاني اللي تعرفون أنت واللي عشناها نحن بطفولتنا من أيام الصغر الأغاني الحماسية اللي كلها هاي متعلقة بالتراث اللامادي المنقول تنقله لأجيال من أجل شحن الهمم لأن قدر فلسطين وقدر لبنان وقدر سوريا وقدر العراق أن يكونوا من الدول المقاومة لهذا الاحتلال البغيض وهون كده عم أسألك أستاذ اليوم وقدر حضرتك من خلال خبرتك اليوم أنه اليوم نحن شو مشترك مع الشعب الفلسطيني شو أهم العادات التقاليد الأهازيج التراث الشعر اليوم بتقول أنه هاد فلسطيني سوري اليوم نحن هاي موجودة بفلسطيني موجودة بسوريا يعني من النكبة 1948 لم وهجرت الفلسطينيين إلى سوريا نعم استقبلنا الفلسطينيين في قلوبنا وبيوتنا التراث هو واحد مشترك بحكم التجاور بحكم الاختلاط الاجتماعي الأكلات الشعبية متشابهة كثيرا بينه وبين فلسطين الأغاني كثير من الأغاني فيه تشابه كبير الأغاني العمل أغاني الحصاد أغاني أي شيء هو بسوريا هو متعلق أيضا بفلسطين خلال هذه العادات وهذا التراث الموروث الشعبي أكيد حبب لست كمان تسمعنا شيء أكيد اليوم يومل من كلمات جميلية اللي عم تدفل على الفوران الله يحميك شكرا بدي أسمعكم شيء مو وطني سافر جيت ودعك يا حبيبي جيت ودعك وحط راسي وبشي على صدرك غرقا نصيحا آه غرقني حبك وقبل المفارق يا حبيبي خليني بيدي أمش دمعك بيدي أسرح شعرك بيدي أمسح دمع سالة بخدك وانت تحكي لي عن الهواء وبقلبي أنا أسمعك بس لا تبشي يا حبيبي مو حيرني دمعك بالآمس أنا بشيت واليوم بعد أبشي على بعدك وتراني مناطرك هنا وأسمع دقات قلبك يجي تودعك يا حبيبي يجي تودعك سافر سافر بمان الله وجير تلا ما أقدر أمنعك بس أقدر أدوس قلبي لأراد العشق بعدك لو طال السفر وهو ينتظرتك لو غبت العمر كله وطالت رحلتك سافر سافر وانا مناطر سافر وانا مناطر خليني أكتب بيك شعر قواميس ودفاتر خليني أشوفه قمر حتى يحلو إياك السهر واليوم أودعك حبيبي وحسني أودع آخر عمر سافر وانا مناطر سافر وانا مناطر يعطيك العافية وان شرطي أستاذ عايش يعني عم نسمع شعر اليوم خلينا نحكي عن دور الشعر دور الشعراء الكتاب اليوم بدعم القضية الفلسطينية الشعراء مهمة الشعر مهمة الشعر القصيدة الشعرية أكثر من وجع الرصاصة والطلقة إذا كانت صادقة الشعراء سواء الفلسطينيين ولا المحليين السوريين أو الحالة الإعلامية التي تناولوها كانت صعبة جدا على اليهود على الأمريكان فلذلك حاربونا حاربوا إعلامنا أو بدأوا يشوشون على الإعلام السوري وأنتوا تلاحظون في حرب غزة كان الإعلام السوري بشعراء بكتابي نحن في الحسكة لدينا كثير من الشعراء والباحثين اللي اشتغلوا على القضية الفلسطينية الباحث أحمد الحسين الصديق الفنان عدنان أوسيب فنان موسيقى الصديق أحمد الشابس أصدقاء كثيرين مدير الثقافة في الحسكة أيضا استقطب كثير من الشعراء المقاومين المؤيدين خلصنا الآن حرب غزة على الأبواب الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل لجرحانه أمين استاذ خلينا نروحك شوي للأعمال الشخصية على المستوى الشخصي اليوم شو عم تحضر شو عندك الجديد هل حنشوف شي جديد حي أبصر الضوء قريبا هلأ حاليا عندي كتاب الحكاية في الشعر الشعبي إن شاء الله قريبا يعني عم أشتغل عليه حالة مخطوط قريبا سوف يطبع إن شاء الله أمسيات شعرية أبحاث في مجال التراث والفنون الشعبي يعني حاليا موجود عنوان الكتاب ممكن شوي موقف عنده يعني الحكاية في الفن الشعبي في الفن الشعبي خلينا هيكي ما بنا نحرق فكرة الكتاب ما بقوله بس ناخد فكرة يعني عن كونه العنوان يعني ملفت يعني أي قصيدة شعرية لها حكاية ومعرف بالمجالس كل البوادي في قصيدة ما نكتبت القصيدة إلا في سبب إلا في سبب فأنا أشرح سبب شو سبب القصيدة والقصيدة اللي قالت بهذاك الوقت مثلا على سبيل المثال واحد عنده حبيبة فيها قصة طويلة لكن جدولاتها حلوة وطويلة ورشيق وويك ولا جدولات يعني فوقف أمامها ويقول عديت الجدائل خمسة عشر واثنين اثنين حضر التراشي واثنين هين وهين واثنين ما قد صاروا؟ عيد؟ ستة لا عديت الجدائل خمسة عشر واثنين اثنين حضر التراشي واثنين هين وهين صاروا واحد وعشرين واحد وعشرين الكنترول جوابوا غلط عم يعدوا معك ستائز هشرين واحد وعشرين واحد وعشرين أردن شد العشاق وهل الهواء هم ليه شد يجرح الشوق ما يطلع الدم يعني أنا مشتاك بس الدم ماذي بس أنا تعبا تمام استاذ عايش يوم فيه شيء صعوبات أو تحديات أو عاقبات عم تواجهكن اليوم ضمن أعمالك القادمة؟ لا طبعا الوضع بشكل عام هو مؤثر جدا وضع العام وضع البلد وضع الوضع الميشي الوضع الاقتصادي الوضع الأمني أيضا يعني فيه أمور كثيرة تعيق عملنا نتأمل أنه الأيام القادمة آمين مهمة الشرفاء أن تكون أجمل إن شاء الله وأحسن نحن اليوم شعب السوري الفلسطيني وجميع الشعوب اللي عم تمرق بفترات صعبة ما منملك غير اليوم الأمنيات والتعبير إن كان بالثقافة والأدب أو المقاومة اليوم رح نختم معك بس ولكن متل ما بلشنا بصباح الخير بدنا نختم معك بشي كمان هيك تختاروا حضرتك يكون هيك الرسالة من حضرتك لكل حدي عم نشوفنا بصباحنا لليوم عيونك على قلبي خطر ومن نظرتش خايفي ور وجهك أشبهه بالقمر لا ما أظن حتى القمر تقو انتحر طولة شطف ريحان على المي ينتظر هيماء بعيونك يا أول وآخر سفر هيماء بعيونك يا أول وآخر سفر أكيد بالختام شكراً إليك لك لكلماتك لقلمك الأستاذ عايش كليب الباحث في التراث نورت صباحنا